رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعيين عبدالله باتيلي ممثلا خاصا جزيدا لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم الأممية في ليبيا ودع المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الأطراف الليبية إلى تعاون مع باتيلي ودعم مهمته معربا عن الثقة في قيامه بمؤصلة الجهود التي تطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتجري على أساسها الانتخابات الوطنية